طبعا قصة اسلام ومش عايز اطاول فيها لكن ممكن احكاها لكم في سرعة عمر بن الجموح كان ليه صنم اسمه مناه هو كان اعرج شديد العرج ما كانش يقدر يروح عند الكعبة عشان يعبد الصنم اللي اسمه مناه فعمل ايه فطلب من واحد كده يعني رجل بتاع تماثيل قال له عايزك تعمل لي ميني مناه حاجة كده مكت مكت اله يعني اله على ما تفرج يعني بالفلد كده فعمل له ميني مناه حطوله في البيت بقى يعبوده ويسجدله من دون الله ويستقسم بالازلام ويستقسم حاجات زي كده حدا ما جي ابن عمر بن الجموح اللي هو معاذ ابن عمر بن الجموح اسلم واسلم مع مجموعه من الشباب بدأ يعمله حيله جميله جدا عشان يسلم عمر بن الجموح خده الصنم بالليل وقلقوه في بئر الناس دي الناس كلها اللي موجودة في المنطقة بتلقي فيها النجاسات بتاعتهم قام عمر بن الجموح الصبحية بيدور على الاله بتاعه ولقى الاله تايه مش موجود فقعد يجري يمين شمال لحد ما وصل لبئر النجاسات ولقى ايه الصنم بتاعه مناكسا رأسه فقال والله لو اعلم من الذي يفعل بك هذا لا اخذ ينه اعرف مين بس هقطعه خبالك فالمهم خد الصنم وغسله ونظبطه ونظفه وحطله كلنها ثلاث خمسات ويه وبدأ يعبوده ثاني يوم الشباب برضو جنب الليل خدوا الصنم وحطوه برضو بئر النجاسات خلاص بقى ايه بقى لوك اندي بيقضيه ناكي على عرف السكة بتاعته خلاص ثاني يوم راحي ناكي يجيب ايه يجيب الصنم برضو نفس الحكاية لو اعلم من الذي يفعل بك هذا لا اخذ ينه المرة الثالثة ربنا الهمه بحاجة اعمالها كددي سبب اسلامه حط السيف في عنق الصنم وقال له لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك اله تيوان انت حضرتك قال ليه ما تدفع عن نفسك يا عم فالمهم هو بعدين الشباب جم خدوا الصنم بالسيف وروح رموه بئر النجاسات وشالوا السيف من رقبة الصنم وعزكم الله حطوا مكان السيف كلب ميت عمر بن الجموح راح شاف المنظر لقى الصنم اللي هو بيعبوده من دون الناس سبحانه وتعالى مرمي في بئر النجاسات وبدل ما يكون في رقبة الصيف لقى في رقبة تكلب ميت فقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه وأسلم عمر بن الجموح ولم يحضر غزوة بدر وكان في غزوة بدر ابنه اللي هو معاذ ابن عمر بن الجموح ومعاه معوذ ابن عفراء كان هما الاثنين اللي أتروا أبا جهل في غزوة أحد حب عمر بن الجموح يجاهد في سبيل الله سبحانه تعالى فأولاده قالوا له لا احنا بينجاهد في سبيل الله واحنا في ميزان حسناتك فرح اشتكهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني من الجهاد في سبيل الله فقال النبي بعد أن تبسل قال أما أنت يا عمر فليس عليك جهاد أنت أعرج ليس عليك جهاد ثم نظر إلى أولاده وقالوا أما أنتم فما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يزقه الشهادة في سبيل الله سبحانه تعالى في رواية أن عمر بن الجمح قال للنبي قال له يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل فلما دخل فقاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة وقال والله يا عمر لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة رجاء فيما عند الله رغم أنه ما علهوش جهاد يا جماعة ما علهوش جهاد نم يكتب عليه الجهاد ولكن رجاء فيما عند الله أنه يخش الجنة برجله دية صحيحة سليمة ويطأ بعرجته في جنة الرحمن وكان له ما تمنى بفضل الله سبحانه تعالى تعالوا نشوف الأصل الخامس الأصل الخامس للبراء ابن مالك البراء ابن مالك له أخو أنس ابن مالك البراء ابن مالك ورد في حديث خطير في رواية مسلم إنما عسلم يقول رب أشعخ أغبر ذيتم رين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة الله في رواية الترمذ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعف أغبر ذيتم رين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة منهم البراء ابن مالك يوم يجي في معركة تستر كما روى الحاكم بسند صحيح في معركة تستر جماعة استعصت على الصحابة مش قادرين يفتحوها شهور طويلة مش عارفين حصول منيع جداً وإذا بهم يقولون يا براء ألا تقسم على الله كي ينصر الله جند المسلمين قال أجل فوقف براء ابن مالك وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله جل وعلا رجاءوا فيما عند الله خلي أم يقسم على الله أن ربنا ينصر جند المسلمين وأن يرزقوا الشهادة ولعل واحد يسأل طب ليه طلب الشهادة مع أنه وجوده فعلاً كان نافع جداً للجيش تستعص عليهم أي موقع يقسم على الله فائة النصر الصحابة أصحاب قلوب شفافة عمرهم ما يعرفوا طريق الرياء ولا النفاق البراء تعرفوا خلاص إن هو لو أقسم على الله لأبر الله قسم فخلاص خف على نفسه من الرياء فتمنى الموت وما فيش مئة أعظم من أنه يموت شهيد فعشان كده سأل ربنا الشهادة زي ما حصل مع خالد بن الوليد في أز الانتصالات العظيمة خبالك خالد بن الوليد لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام لم يهزم أبداً لأنه سيف الله ولذلك لأنه سيف الله فسيف الله لا يكسر عشان كده لم يموت مقتولاً لم يقتل خالد بن الوليد وإن كان طبعاً خد أجر الشهادة ألف مليون مرة بفضل الله سبحانه تعالى لأن النبي بيقول كما أنه مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ويمات على فراشي فكيف بخالد بن الوليد اللي خط كل الفتوحات والانتصالات والغزوات دي كلها فخالد بن الوليد عمر بن الخطب فأز الانتصالات لو حازله الناس استغربت وإذا بعمر وهو على فراش الموت يقول ويوضح ويقول أما إني ما عزلت خالداً عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد ده اللي حصل مع البراء إنه خاف إن قلوب الناس تتعلق به من دون الله إنه يقول وأي موقعة هيحصل فإيه هنتهزم يعني لا مش يحصل إن معنا البراء يقسم على الله في يأتي النصر فخف على نفسه فتمنى أن يموت شهيداً فمات شهيداً لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما أند التلميذي في سنة صحيح للشهيد إن ضرب به سبع خصاري يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الوحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة تعالوا نشوف الأسر السادس تعالوا نشوف بس بعدما نصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصر حكيم ابن حزام حكيم حكيم رضي الله عن وردان كان من أعز الناس إلى قلب النبي قبل الإسلام فلما جاء الإسلام لم يسلم حكيم وكان الناس كلها مستغربين إزاي حكيم لم يسلم ده كان أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم وظل هكذا إلى عام الفتح واحد وعشرين سنة على الشرك وأسلم في عام الفتح وذهب إلى النبي وقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وإذا به يقول يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال أجل أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها حكيم ابن حزام بعد وفاة النبي على السلام رح يحج ثلاث مرات المرة الأولى خد معاه ألف شاة ونحرها وأطعم فقراء الحرم السنة اللي بعدها خد معاه مئة ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم في العام الثالث شوف رجاءوا فيما عند الله سبحانه وتعالى في العام الثالث أخذ مئة عبد اشتراهم من السوق ورح في يوم عرفوا أعتقهم جميعا وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم جميعا وأنت أولى بأن تعطق رقبتي من نار جهنم فرجاء فيك أن تعطق رقبتي من نار جهنم فأنت أولى بذلك يا رب العالمين وجلس وعاد من الحج وقد نام في بيتي على فراش الموت وهو يبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ومات حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه تعالوا شوفي الأسر السابع الأسر السابع لعمار بن ياسر عمار بن ياسر اللي أمه أول شهيدة في الإسلام وابوه قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو تعذب عذاب شديد جدا جدا لا يخطر على قلب بشر عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه في يوم الآم هو رايح لمعارقة الصفين وماشي جنب نهر الفرات فكان يكون تلك الكلمات العجيبة يقول اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي من هذا الجبل لفعلت ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق لفعلت ووالله ما أقاتل إلا أريد وجهك وإني لأرجو الله ألا تخيبني وإني لأرجو ألا تخيبني ولا تخيب رجائي فيك وأنا أريد وجهك الله وعند الموت كان يقول أزفت الجنان وزوجته من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده كان لازم يكون لأصر في كوكب الرجاء بفضل الله آخر قصر كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاء خال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الدعوة المستجابة سعد بن أبي وقاص اللي في آخر أيامه لما عمي بصره ويأتيه عبد الله بن السائب يقوله يا عم أنت تدعو للناس فاستجيب الله دعائك كل اللي عنده مشكلة ويقوله ادعيل يا سعد أن زوجته تخلف يدعيله فزوجته تخلف ادعيل يا سعد أن بنت تخف فيدعيله فبنش في بنته لأنه مستجابة دعوة لأن النبي قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك فإذا به عمي بصره فقال هذا الغلام يا عم أنت تدعو للناس فاستجيب الله دعائك ألا تدعو الله لنفسك أن يفرج الله ما بك وأن يرد إليك بصرك فقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري الله أكبر إلا ربنا قضاء علي أحب إلي من أن بصري يرجع مرة تانية سعد بن أبو وقاس كان نايم على فراش الموت وحاطت راسه على حجر ابن مصعب ابن سعد فقعد يعني كان في سكرات الموت فبكى مصعب ابن سعد بن أبو وقاس فقال له سعد بن أبو وقاس ما يبكيك يا بني قال يبكيني مكانك وما أرى بك أنت ليك مكان عظيم عند ربنا ده أنت من العشر المبشرين بالجنة وما أراه بك الآن وأنت في سكرات الموت فقال لا تبكي يا بني فوالله إلا الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة الإمام الذهبي يعلق على هذه الرواية ويقول كنت صدق والله فهنيئا له الله أكبر أخوي وحبيب وروح قلبي يا ترى ناول اللا دي تبني لنفسك أصر في كوكب الرجاء يا ترى عندك رجاء فيما عند الله يا ترى عندك حص زلني بالله إن شاء الله هصوم رمضان ده وهقرى القرآن وهتصدق وهعبد ربنا وإن شاء الله ربنا هيقبلني إن شاء الله ربنا هيكرمني إن شاء الله ربنا هيدخلني الجنة إن شاء الله ربنا هيجمعني مع النبي في الجنة إن شاء الله هاشرب من حوض النبي خلي عندك حصن رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي كيف لا ترجو الله وإنت تعلم يقينا أن ربنا أرحم بنا من رحمة الأمة بتفلها الرضيع وارتلك في المرة اللي فاتت الحديث الرؤى البخاري المرأة التي كانت تبحث عن تفلها الرضيع امرأة من السبي امرأة كافرة من السبي بحثت عن تفلها الرضيع ألاقيته فألقمته ثديها وبدأ يرضع دموعها نزلت على خد الطفل فنظر إليها النبي في حنان وتحنان وقال أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال فوالذي نفسي بيدي لله أرحم بكم من رحمة الأم أو من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع أخوي وحبيبي ده ربنا سبحانه وتعالى فتحلك باب للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها حيث بحث ده كله تسيء الظن بالله ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليك بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقولوا هل من داعا يدعوني فأجيبا هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفروني فأغفر أحيث بعد ده كله تسيء الظن بالله أخوي وحبيبي ده انت لو مليت الكن كله زنوب مش معنى كده أني بشجعك بس بقولك حتى لقدر الله لو مليت الأرض زنوب وخطايا ورجعت الربنا وقلت له جاي لك يا رب أنا تبت إليك هيبدل سيئاتك حسنات في حديث روال منزلي بسند جيد أن رجل كبير أو في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد كان لسا ما أسلمش إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فتعجب الرجل وقال وغضراتي وفجراتي فقال النبي وغضراتك أفجراتك فولى الرجل وهو يكبر والنبي يفتسم الرجل يكبر والنبي يفتسم حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم شو بقى ربك جل وعلا لما بيقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني حسن ظنك بي احسن الظن بربك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري لا فينا الظنوبة أكثر يا رب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنال السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة بفضل الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي ده الشيطان بنفسه أقسم بالله على إغوائك والله جل وعلا أقسم على أن يغفر لك حديث رواء أحمد بإستاذ الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرونني يا الله استغفر النبي عسلم يقول من سره أن ينظر فيه صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار عايزك تسمع القصة الجميلة دي بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام غلام كان عبدا مملوكا لرجل هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن طاعة ربنا كان بيشرب خمر ويزن ويفعل فواحش في يوم من الأيام الرجل دوت مجمع مجموعة من أصدقاء وبيش شابه خم ومجمعين نفسهم عايزا بلال الصهرة حمراء فطلب من الغلام قال له خد الأربع ضراهم دولت وروح اشتري لنا فكهة فراح الغلام يشتري فكهة وهو معدي لقى هذا الرجل العالم العابد منصور ابن عمار لقى بيقول من يعطي هذا الرجل الفقير أربع ضراهم وسأدعو له أربع بأربع دعوات اللي اديله لأربع ضراهم أنا هديله لأربع ضراهم الغلام لقىها فرصة راح مدي الفقير دوت لأربع ضراهم اللي هو سيده مدهم له عشان يجيب الفكة بيها وقال لمنصور ابن عمار ادعينا أربع ضراهم قال له عايزا ادعيلك بايه قال له أول دعوة ادعيلي ان ربنا يخلصني من سيدي هو عبد عنده والرجل يعني بعيد تماما عن ربنا قال له ادعو الله ان يخلصني من سيدي فدعاله قال له الدعوة الثانية قال له أن ربنا يخلف عليها الضرهم الأربعة الضرهم دي بتاعته هو يعني قال له الدعوة الثالثة قال له أن ربنا يتوب على سيدي بقى ويبقى كويس ويعبد ربنا قال له الدعوة الرابعة قال له أن يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين فدع المولى عز وجلاله فلما عاد الغلام بعد ما اتأخر رح لسيده بعد فترة طويلة وما يجابش حاجة قال له لماذا تأخرت وأين الفاكهة قال له والله يا سيدي أعطيته الأربعة ضرهم للعالم العابد بنصر بن عمار قال هل رأيته قال